بسم الله الرحمن الرحيم. على السلام بحضراتكم. تبعت في عمالة الله وقتيك الهبدو من حيث ولا تعلمه. يعني سبحان الله كلنا قاعدين نسمع اخبار غريبة جدا بعد تعاقد برشورة مع تشافي ان في كلام كتير جدا بيتقال وقوانين تشافي الصارمة وعصمات نبلي اتغرم عشان خاطر اتأخر على التدريب ثلاث دقائق. وتشافي هو اللي هيرجع الفرقة وتشافي اللي هيعمل وتشافي اللي هيسوي. وتشافي هيرجع تجوى القانطارة بعد براب جاعدان يقال فيش تمام ما عنديش مشكلة. بس ان احنا نتكلم ان تشافي طالب محمد صلاح دي علية او يا جماعة دي علية علية يعني اللي هو يسطح احنا بالصلاع النبي مش لقيين اساسا. يعني احنا حرفيا مفيش. مفيش فلوس خالص تقول لي محمد صلاح. صلاح اللي ليفربول بالماد هيطلب فيه مية لمية وعشرين مليون. يا بشر احنا على اللحكاتنا اساسا. احنا دخلين مركاته بالزاق. لما كنت بتكلم في حتة بغداد بنجاح. كنت بتكلم ان بغداد بلع في الصد القطري. لو حبينا نجيبه هاللخص ونطلع اي فلوس للسد. والسد ده اساسا هيدهن من غير ما ندفع في فلوس كتير. فكانت صفقة مقبولة. رغم الكلام الكتير اللي كان بيتقال. وان انتو بتهبضوا عشان خطر الجزائرين بيحبوا الكلام ده اللي هو اجماعة. بغداد بنجاح مش هكلف ان انت بتيغن بغداد. رجل هدأ في بغداد. رجل من افضل اللعبة اللي موجودة. فاسيا وهيكون افضل بكتير جدا من الشجر اللي عندنا في الفرقة. فبغداد صفقة مبلوها شوية. طب اقول لك حاجة. حكيم زي ياشي تقال علي كمان ان انت شافي. مستني ان يناير يجي عشان خطر يشوبتش سيعمل مع ايه هو وخدسون وضوي. وكمان بولوسيتش. حكيم وقالوم وابلعها. ابلعها واش. لان الصفقات دي مش هتدفع فلوس كتير. انما ابو صلاح. ده احنا احنا اتطارك مننا خالص يا جماعة. اجماعة عايزين نعرف وطع برشل المالي. فين? عشان نقعد نتكلم. احنا جايبين اتشافي علشان خطر ما اخدش فلوس كتير. احنا جايبين اتشافي يا باش عشان خطر ما فيش مدير فاني كبير. خلنعرف ما احكد معاك. فلما نتكلم على الصفقات يا جماعة. يا ريت ما انتحش. يعني يا ريت ما انتحش خالص عشان خطر. الناس بتقال تحرك التارية علينا. وبتضحك علينا حضرتك. فبلاش يا جماعة. ونقعد كده نحترم نفسنا. عندنا في مصر هنا. بس جرايت بتربط برشلنا بالتعاقد مع اللعيبة. يبقى احنا نطلع نقول. بس انا نفسي اتمنى فكرة حكيم زياش. وكولم هوتسون قضوي وبولوسيتش ان احنا اجل لنا على الاقل اتنين منهم. ارحم بكتير. من ان احنا الناس تارية علينا وتقول لنا بصلاح. لما صلاح يا باشا ما حد اش عارف تعاقد مع باريس سانجرامل. مش احنا خالص يا باشا. فقالنا رايح نفسنا ونفهم اتيت اماشي ازاي. وناس كنا بتتكلم ان انتو عايزين بغداد. واحنا كنا بنتكلم على مبابيه. وهلاند مش محتاج ان انا اتكلم معك. احنا هنجيب مبابيه وهلاند ازاي اتنلحلات. بس نقفل الفيديو عشان خطر للواحد لو كمل تاني حياتها باكتر ما هو ما تعمل النادي. فنلحق نقفل الفيديو بسرعة قبل ما الناس ما تشتموا احنا هنتشتم بسرعة. يبقى نقفل وانا عاجبك الفيديو اعمال لايك. لو ما عاجبكش فوقعتبر كل حاجة بتحسن في مبارسولولا ما جاتش عديتين بتاع خوب دول.